في أقصى شمال البلاد انطلقت مسابقة دخول سنة الأولى إعدادية صباح اليوم على مساولات تيرس زمور بمشارة أكثر من 1600 مترشح متوزعين أو موزعين على 14 مركزاً وتميزت المسابقة هذه السنة باتخاذ إجراءات صارمة تضمن الشفافية وتفادي الغش وتسريب الموضوعات بعد ست سنوات من التحصيل المعرفي اقتربت لحظة الحصاد فتوجه ما يقارب 1630 تلميذاً 800 منهم من البنات إلى مراكز الامتحان الأربعة عشر المفتتحة في ولاية تيرس زمور للمشاركة في مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم العدادي وشهادة ختم الدروس الابتدائية في ظل تطبيق إجراءات مهمة تخذتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من أجل ضمان الشفافية وتساوي الفرص بين التلاميذ مع الصباح قمنا بتعاون مع سلطات إدارية من المراكز الامتحان التعميم جاءنا من وزارة حاولنا كل رئيس المركز جبارة التعميم وتعليمات اليوم الصباح قدرنا زيارة في مراكز امتحانات فرق أكدنا معلمين ومراقبين فر جاو وتلاميذ وباشر روساء مراكز المسابقة على مستوى تيرس زمور تطبيق الإجراءات المطلوبة من أجل طمأنة التلاميذ وأبائهم على أن الأفضلية لن تكون إلا للأكثر جدية وتمجزا أخذنا جميع التدابير من أجل أن ما يخلي الغش وعدنا اجتماع بالطاقم وعطينا تعليمات لمشي الوزارة بإعلان تلفونات ما يدخلوا الأقسام وبعضهم قاع جزاء الله وخيرا ما جابهم قاع قال عنه ما وجابهم اللي هم البصمة هذي وفهم البعض جابوا وذوهما في المتي أعطاهم لي مثلا مع الصباح يمجيه بسلمهم لي هذا كامل من يجري إياك ما يخلي الغش وإياك ما يسترى بالامتحان وكان لآباء التلاميذ دور مهم في مجال نجاح سير الامتحان عبر التحسيس وتقديم التسهيلات الضرورية التي تساعد طاقم الامتحان في أداء واجبهم 12 مركز في الزوارات هي أعناها بالنلافة أباء التلاميذ عبأناهم كاملين ومركز بير مقرين ومركز في ديرك وعبأنا الآباء في ذلك طارده ووجودهم واللي حضورهم وطلبنا من المنتخبين مساندة ورجال الأعمال مساندتنا وساندونا بهذا وكانت الفرصة مناسبة الداخل لها والي تيرزمور سيد سلم السيدي رفقة حاكم مقاطعة الزوارات وعمدة بلدتها زيارة ميدانية لبعض مراكز المسابقة في مدينة الزوارات اطلع خلالها على سير الامتحان والظروف التي تحيط به وتلقى شروحا من لدن المسؤولين التربوجين حول المعطيات والأرقام المتعلقة بالمسابقة وتحاور مع المترشحين حول مشريات الامتحان وطبيعة المواضع التي تلقوا في أول يوم من المسابقة وتمنيا لهم التوفيق سيد أحمد البوكارسيرا زوارات الموريتانية